دايما في الليزك ان حد يجي يعمل يعني لو نظره بلاس انه ما بيشوفش من قريب بيبقى فيها مشكلة شوية بزيات لو كان عنده سجماتيزم كمان ده كان في ايام جراحت الليزك في الاول خالص اه ده لا ده ده الموضوع ده تعدى عشان بس لا الموضوع ده تطور تماما من 3-4 سنين خلاص ده الاجهزة اللي من 3-4 سنين بيتعالج الموضوع اوكي يعني ده خلاص عادت بسهولة تماما لان كنت تفاكر ان انا عملت الليزك من 10 سنين مثلا وماينس كنت باسمع كان لها معت صاحبتي عايز تعملها بس هي نظرها بلاس ومعاملت الليزك وما شافتش كويس يعني ما حصلش اي لا ده ممكن من 10 سنين كان يبقى مقبول بس هي برضو اكيد ما شافتش زي ما هي كانت متخيلة انها ما شافت احسن ما عملت قبل العملية ده كان بيتطلب انه هو الدكتور او الطبيب المعالج انه الشحلها موقف العين وايه المطلوب من الجراحة اللي احنا هنعمل انما اكيد بالنسبة لك انت كنتي مينس اكيد حاسيتي فرق كبير بعد عملت الليزك حاسي فرق شاسة عايز البني ادم حتى لو بيلبس ندارة او كونتا كلانس ما بيقدرش يعيشها او يحسها اه وهو عامل الليزك ورجع زيه زي العين الطبيعية خالص لكن يعني هو الحركة هستقولون ان دلوقتي التطور اللي وصل فيه الليزك الكلام ده ما بقاش موجود يعني اي حد يقدر لو عنده استجماتيزم او عنده نظره بلاس انه هما بيشوفهم قريب يقدر دلوقتي يعمل الليزك يقدر يعمل الليزك وامن جدا وبيبقى فيه كمان قبل الجراحة فيه احنا بنعمل فحوصات وبنقعد مع البني ادم ونشرح له موقفه وبالداتا دي بتطلع من على الكمبيوتر والكمبيوتر بيوصل الداتا دلوقتي مش زي الاول مش احنا كنا بدخل داتا دلوقتي الكمبيوتر بيدخل الداتا ديركتلي على الليزر هاد وبينزل الليزر كمبيوتر هايزت فالموضوع بقى امن وبنسبة المشاكل فيه بقت قليلة ولو فيه اي برودكشن او يعني فيه اي احتمال انه يحصل حاجة او النظر ما يبقاش ستة ستة يبقى قل شوية بنقول الكلام ده قبل الجراحة وساعات فيه ناس كتير قوي بتبقى ميزة بالنسبة له انهم البس النظارة ومستعد يبقى نظر اقل ستة تسعة عن انه يلبس النظارة ويبقى ستة ستة فده بيبقى مطرق له طبعا دكتور حسام خليل اساس طب وجراحة العيون جامعة بان يوسيف نشكر حارك جدا على وجودك معنا النهاردة وكده هيكون لنا لقاءات تانية عن اهم ما وصلت لي اهم ما وصل لي طب العيون لان كل يوم الطب واضح ما شاء الله في تطور نشكر حارك جدا على وجودك معنا ننتقل لفاصل ونكمل معاك وبقى فاكرات نهارك سعيد اشتركوا في القناة